موسيقى يا مساء الخير وأهلا بكم بحلقة جديدة من عالم العالمين بزالة أيام وليالي مهرجان العالمين الجديدة مستمرة فعليات كثيرة جدا كل يوم بيعيشها جمهور مهرجان العالمين فعليات موسيقية وطرفهية ورياضية متميزة ومستمرة على مدار 45 يوم الحد آخر شهر أغسطس يمكن استعرضنا مع حضراتكم الأيام اللي فاتت الفعاليات المختلفة اللي موجودة في العالمين سواء الفعاليات من السرك القومي في الممشى السياحي أو الفعاليات الرياضية مع الكابتن أحمد حسن وسيد معوض إمبارح البادل تانس والمباراة الحلوة قوي اللي هم عملوها إمبارح وكانوا في الحقيقة متقلقين فحاجة مختلفة عن كرة القدم شفناهم في لوم جديد كمان بنتابع مع بعض الحفلات الموسيقية ويمكن كان الحفلة اللي لقيت إقبال كبير قوي ورواك كبير قوي على السوشيال ميديا كانت حفل الافتتاح ويمكن في نص الأسبوع تبعنا فعاليات مختلفة كانت بتعملها وزارة الثقافة لكن إحنا كنا الأيام اللي فاتت دي بنستعد للويك أند وعطلة نهاية الأسبوع عشان حفلتين أجمد من بعض حفل القيصر كازم الساهر والنجمة مجدروني النهاردة يوم في الحقيقة مميز جدا جدا في العالمين عشان حفل القيصر كازم الساهر واللي بيقام على مصرح العالمين أرينا بالمناسبة الفنان كازم الساهر كان حريص جدا على الترويج للحفل عبر صفحته رسمية على إنستجرام ويمكن شفناه اليومين اللي فاته كان كل يوم بيعمل شير لفيديو مختلف عشان الحفلة دي بيروج ليها وطبعا محبي كازم من كل أنحاء الوطن العربي منتظرين الحفلة يعني بفارغ الصبر هو نشر برومو ترويجي للحفل وعلق عليه قائل غدا الخميس موعدنا في العالمين الجديدة وصهرة من العمر ضمن جولتنا العالمية بين الأمس واليوم لا تفوتكم احجزوا مقاعدكم الآن قبل فوات الأوان ده كان الفيديو الترويجي اللي كازم الساهر عمله شير على إنستجرام ولقى إقبال كبير قوي النهاردة يوم في الحقيقة مش عادي هنتابع مع بعض كل التفاصيل اللي هتحصل في اليوم ده فخليكم متابعينا في خلال الحلقة